حالة الارتباك في الأسواق هي ما تعم هو ده حديث الناس كلهم ماذا يحدث؟ طب حط فلوسي فين؟ طب اشتري عربية طب اشتري دهب الناس تروح تشتري دهب ما تلاقيش دهب والدهب مقفول السوق واقف بقاله أربعة أيام من يوم الثلاثة الماضي يعني آخر لسه السوق فاتح بأسعار جديدة يعني منذ النهاردة بس أعلنت شعبة الدهب الأسعار الجديدة بعد توقف منذ يوم الثلاثة الماضي والحقيقة أنه مش الدهب بس المضطرب الدهب، السيارات، الأجهزة الكهربائية، العلف احنا من الواضح أن احنا دخلين في أزمة علف وابتدت أسعار الدواجن تزيد من أول وجديد الحديد فيه ارتفاعات كبيرة في أسعار الحديد وبالتالي العقارات أيضا متأثرة نتكلم في الحديد أنه زادوا الطن ستة وسبع تلاف جنيه في يوم واحد لا يا جماعة فيه فيه حالة من الاضطراب والارتباك في الأسواق والسبب هو الدولار السبب هو الدولار سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستمر في الصعود بشكل هستيري بشكل غير مفهوم مش فاهمين احنا رايحين فين ومحدش بيقول لنا هو ده صح ولا غلط واحنا هي دي الأسعار اللي حننتهي عليها يعني ولا الأسعار هتنزل ولا ايه الوضع محدش فاهم حاجة حالة من الاضطراب والقلق فيه تضرب كل الأسواق